قبل اتصال هتفي من المهندس محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول وصباح الورد عليك يا فاند صباح الورد يا سيدة محمد وإحنا بنتكلم على الاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي على مستوى المواطن المصري إيه الفايدة اللي عيد عليه؟ فيه كذا فايدة هتعود عليه بس أنا حبيت أوضح حاجة إن احنا خلال الأربع سنين اللي فاتت كان دعم كبير جدا من القادة السياسية بسادة رئيس عفلاتها حسيسي والخطط اللي عملتها وزارة البترول من خلال مهندة طريق الملة قدت إلى إن احنا وصلنا لأعلى مستوى زي ما قلت حضرتك في إنتاج الغاز طبعا وأوقفنا الاستراض الغاز المسال وده كانت يعني أهم حاجة لإن احنا لو إحنا بصينا قلنا المواطن البسيط اللي كان بيشيل الأمبوب على كتفه وبيطلع النهاردة إحنا وصلنا الغاز لحوالي خمسة وسبعة مليون منزل خلال فترة الأخيرة فأنت النهاردة بدل ما كان المنتج بتاع الأمبوب الحاجة البسيطة دي أهل حاجة المواطن البسيط بيلمسها بجانب إن حضرتك النهاردة وقت استراض الغاز المسال ده وفر لي بس اثنين ونص مليار دولار الناس ممكن ما تاخدش بالها من الرقم أنا بس هفكرهم إن زمان لما كان بتجينا معونة أمبكية كان بتجينا واحد واثنين من عشر مليار دولار وكنا عمين عليها دول فتتخيالي بند واحد في الغاز وفر لي قد كده طيب وإحنا بنتكلم على يعني إمتى حنشوف مواسير الغاز الطبيعي داخل كل بيت في مصر في السبع وعشرين محافظة طيب وفي خطة طبعا طموحة جدا إن يمكن ما تعملتش خلال السنين اللي فاتت إحنا يمكن النهاردة وصلنا لمعدلات ممتازة أو أكثر ممتازة وصلنا إن إحنا لو إنتي بصيتي إحنا بالنحاصة لحوالي مليون ومتين وخمسين ألف منزل سنويا هذا الرقم في رقم طموح أكبر من كده إنما إنتي لو بصيتي في القرى والنجوع دلوقتي بتدت توصلها فعلا الغاز الطبيعي يعني في القرى فعلا بتدت توصل بجانب إن كمان في حاجة تانية جديدة بنعملها إنه هو بنعمل الغاز اللي هو المناطق اللي هي محرومة زي الوادي الجديد وزي بيبقى زي فيه زي تانكر كده بيروح غاز مسال وبيضخ فيه شبكة لو إحنا مش قادرين نمدي شبكة لهذه المناطق البعيدة وبتنفع برضو فيه القرى السياحية والأماكن التانية البعيدين ده كمان على فكرة الموضوع ده مرتبط ارتباط وثيق بملف التصالح في مخلافات البناء لأن انت كل ما تبني بناء قانوني هتقدر تستفيد من هذه الخدمة ده مثلا ده من ضمن الخدمات أكيد طبعا إنه إحنا الغاز ليه مواصفات خطة أنا أدخله مش لأي عقار أقدر أوصله غاز بالزبط بالزبط فيه مواصفات معينة علشان آآ أعرف أدخله الغاز يعني إن كن الكهرباء ممكن يتصرف إنما الغاز لأ فيه مواصفات معينة وحتى لما تيجي نركب إذا كان سخاب غاز ولا حاجة فيه مواصفات معينة ما أقدرش إن أنا حطه في أي مساحة لأ فيه مواصفات معينة علشان الأمن والسلام عليهم وإحنا بنتكلم على الاكتفاء الزاتي من الغاز الطبيعي وإحنا كمان حنصدر للخارج ده إيه مدى قيمته أو إيه أهميته بالنسبة ليه جذب الاستثمارات العالمية إلى مصر بص يعني أهم التحولات لحدث في مصر آآ الفترة الأخيرة إن هناك شركات عالمية عادت للعمل في مصر وحصل على مناطق جديدة اللي بحث في الغاز في البحر المتوسط وحض غاز آآ كبير جدا إن شاء الله يعني فيه اكتشاف إن شاء الله موجود في نورة في الكبرى آآ واللي حيعلن عن الاكتشافات دي قريب جدا طبعا النهاردة آآ رجوع الشركات دي عشان تشتغل آآ في جديد حاجتين آآ اللي دايما المستثمر بيجي للمكان الآمن بيجي للمكان اللي هو حاس فعلا فيه إن هو هيأدي أي هياخد وفي نفس الوقت إحنا محتاجين للمتثمرين دول الكبر بنده شركات عالمية وعلى شركات كبيرة جدا هي القادرة على إنها تخش آآ وتعمل استكشافات وإحنا متفاعلين جدا آآ إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية بإذن الله مصر بتتحول لمركز إقليمي كبير جدا لتداول الغاز والبترول ودي حتبقى نقلة كبيرة جدا جدا لمصر آآ وزي ما قام زي رايز قبل كده آآ بكرة حنشوف مصر آآ إحنا الحمد لله مشين بخطوات كنت بنحلم إحنا كنت بستورد الغاز وبستورد الصلار النهاردة مشين بخطوات آآ انت عملت كفاء ذاتي وبتصدري ومش بتصدري بأي سعر كمان يعني كمان السعر المتدني لا مش هصدر دلوقتي غير لما السعر يبقى مقبلك يتناسب مع القيمة بتاعه ودي ما حصلتش قبل كده يعني دي نقطة جديدة مبيئة إن أنا مش هصدر بأي رقم وخلاص يعني في نقطة تانية كمان لازم نلفت نظر المشاهدين لها وهي إن من ضمن الإجراءات اللي تم اتخاذها في الطريق لتحقيق هذا الاكتفاء الزاتي من الغاز هو اتفاقية ترسيم الحدود اللي طبعا كالعادة أهل الشر كانوا بيوصلوا إن هي حاجة يعني فيها نوع من يعني كان فيه هجوم على هذه الاتفاقية يعني أستاذ مهى أنت أصدت كبد الحقيقة فعلا ترسيم الحدود مع اليونان أدت ظهور حقل ظهر ترسيم الحدود مع السعودية اللي الناس برضو متخذته في البحر الأحمر النهاردة احنا عملنا في المنطقة بتاعة البحر الأحمر كلها وده ما كانش هيتعمل إلا لما يكون فيه ترسيم حدود وأنا متفاعلين جدا لأنه فيه شركات عالمية برضو وخلاص يبتدوا يتخذ لوكيش عن هناك وحيبتدوا يشتغلوا الفترة اللي جاية فطبعا التخطيط الجاية بيأدي لنتائج يعني عظيمة إنما إنما إحنا مش عايزين نتقول عمرنا إن إحنا بتنخطط حياتنا ومفيش استراتيجية لا الحمد لله الفترة اللي فاتت يعني أنا شايف موانت طرق الملة ماشي باستراتيجية وتخطيط عادي جدا جدا على قطاع كله مش كمان على إنتاج الإنتاج فقط النهاردة الإنتاج بيوزه مصانع آآ علشان يبقى المصانع دي بالبتركوميات نشتغل على الغاز اللي بطالع مبقاش إن أنا بفضر خم بس لا ده أنا بصمع كمان آآ بجانب التطوير اللي حصل في جميع الشركات البترول آآ اللي تقدتش إتي لتطوير لها من سنين كتير جدا علشان يتناسب مع الفترة اللي موجودة دا وكل دا بيعود بعد كده على بضخ في الاقتصاد الطاوم المصري اللي بيعود بعد كده على الموابطة طبعا أنا بشكر حدريك شكرا جزيلا أنا المهندس محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول